بسم الله الرحيم تعالى فراجك بقى على تعديل اخر على الكود اللي هو كان كاتبه اه انا كنت قلت لك الكود اللي فات ده الكود بتاعه هوت قلت لك انه كان ملف زحمة اوي انت بقى شغل الكود من النوتبوك اللي فاتت مفروض تكون ان انت شفت ملف كان شكله عامل ازاي وعرفت انت مش تقدر تستفيد منه مفروض تكون شفت ملف الديتا اللي طلع وشفت ازاي مع بعض انا عايز كمان ابسط عليك الموضوع اكتر من جدا انا كياسر دي طريقتي في الشغل يعني ما يحبش الشريبت بتعلمس يكون مواقد ما يحبش الكلام الصعب ما يحبش اعمل الانديكس وبتاعه الكلام الكبير ده هحب اخلي الفن من بره من برا اي الو بينج والحاجات دي من برا لكن الاسكريبت يكون بسيط على قد ميقدر انا محبش الزحمة بالاسكريبت هم بيشغلوا الوب من جوه جوه اللمس لالاللمس قوي زكي يعمل ياهم يعمل لو بيعرف ده ملف معدل تاني هوت برضو بدأنا بكلير الاول. بعد كده يونيت سمتل اتم ستايل اتوميك الباوندري برضو ملف اللوج اسمه لوج موديفايد الف سي سي اللي اسمه ايه. لاحز ان انا لسه معرفش الهن. هو معرفش ايه ايه ده. فواحدة بواحدة هنشوف مع بعض واحدة بواحدة. بعد كده نفس الريجون اهي. بعد كده امر المنيميز اهو. وبرضه هبقى حطره الملف. بعد كده بقول له ان عندي متغير اسمه اللي هو يساوي خيمة ايه. وبرضو عندي بتاعي. وبرضو اتباع لي ملف زي ما انا طلبته منك. اتباع لي ملف اسمه واعمل له للملف اسمه داتا افر له اي اسم با اخترناه خلاص. ده ملف داتا اللي حيطل. طيب. كده احنا عملنا ايه? احنا كده سهلنا الدنيا خالص. احنا كده شلنا قيم ايه? وشلنا اللوب بتاعة جامب ونيكست ايه وكلامنا. شلنا كل القصة دي من جوه الاسكريبت. احنا مجرد كده كتبنا اسكريبت بسيط اللي انت متعود عليه. انت كنت عارف الاسكريبت ازا زمان. يعني انت لو قلت الاسكريبت ده تعرف تبقى فهمه. مع ده بس كنت ممكن تسألني هو ايه ده هعرفه ازاي. وانت عارف ان احنا ممكن ندخله من من بره. من 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 امر اللامس واحنا منشغله من بره على زي. تعال فراجة بقى احنا هنعملين. بص. واحدة بحضة عشان نقسم النوضوع. الطايم ده من اول الطايم لغاية الجزء بتاع الطايم ده عشان نحسب الزمن. بتاع تشغيل. فده مش ما يشغلناش قوي. ده اللي بيشغل. لامس. انا بسكنا مع بعض. انا بقول له شغالي الملف اللي اسمه كزا. اعرف ان عندك اسمه ايه? قيمته ماي فاليو. هنا انا انا مدخل. ما دلوش ايه قيمتها على طول كامة. ما دلوش ايه? مسلا كنا زمان كنا نقول له ايه? مسلا تلاتة بوينت اتنين اتنين. كان هيكتبها هنا تلاتة بوينت اتنين اتنين ويشغل. لأ انا هنا بس فيه تركيا كمان. الايه? هياخد قيمته من حاجة بره. وبعدين ماين انا مش عايز لوج دلوقتي. لانا كتبت له امر لوج فوق. فانا مش عايز لوج من لوج دلوقتي. طيب. ماي قلت لوبوس. انا عندي حاجة سلسلة اسمها سيريز. سلسلة. من اول تلاتة بوينت اتنين. تلاتة بوينت اتنين اربعة. تلاتة بوينت اتنين ستة. كل القيم دي. القيم دي هي نفس القيم اللي هو كان مستخدمها فوق. بس انا حطتهم بره مع بايسون. استخدمتهم من بايسون نفسه. استخدمتهم من كلاب نفسه. من بره. محتاجتش ان انا هدخلهم جوه الملف وعمل خلاص? وبعدين عملت دايرة دايرة دي بتبقى دايرة دايرة بايسون يشغلها علشان يبتدي يغير قيمة ده من الملف الاسم دا. يعني يروح ياخد قيمة تلاتة بوينت اتنين اتنين دي. وعدين ياخد تلاتة بوينت اتنين اربعة. وعدين مرة ياخد تلاتة بوينت اتنين ستة. ويحطها في تعالى عشان عارف موضوع رخم شوية تعالى هشرح لك التلات ستور دول مرة تانية بيعملو ايه. من راحة خالص. اول حاجة هيجي بايسون يفتح عنده سلسلة فيها الارقام من تلاتة بوينت اتنين لغاية تلاتة بوينت تمانية اتنين. خلاص? بعد كده هيبتدي ياخد اول قيمة دي. يسميها my value. وبعدين يروح يشغل ملف لمس. يحط my value هنا. فلمس هيشغل الكود ويعرف ان ايه بتلاتة بوينت اتنين اتنين. وينفس كل طرفته منه. وبعدين هو كده خلص. لا لسه. يرجع يلاقي نفسه لسه جوا دايرة فور. يطلع تاني. يلاقي عنده قيمة تلاتة بوينت اتنين اربعة. يحطها في my value. my value دي تدخل هنا. يشغل لمس كأني عملت double click على لمس من الاول. double click للامبس تاني. وقلت له شغالي الملف اللي قلت لك عليه ده. بس المرة دي قيمة ايه بقى تلاتة بوينت اتنين اربعة. المرة اللي بعد منها تلاتة بوينت اتنين ست. المرة اللي بعد منها تلاتة بوينت اتنين تمانية وهكذا. هي هي نفس الفكر. نفس النظرية. بس الفكرة بمنطقة البساطة. ان انا بدل ما اخلي قيمة ايه تتغير جوه pert cube. ولامبس نفس هو اللي يعمل لوب ويفضل يلف حوالي نفسه. لا. اخلي لامبس فيه امر واحد بس. مبارضة اوامر بقيمة واحدة بس ل ايه. وبايسون هو اللي شغاله كزا مرة. اروح اقول له بايسون شغالي لامبس كزا مرة. مرة بالقيمة دي مرة بالقيمة دي مرة بالقيمة دي مرة بالقيمة دي وغا كزا. ده بيفري في ايه ده اريح بالنسبة انا كاسر. انا بيريح. انا بحبش ملفات لمس المعقدة. وهفرج كمان شوية ليه بازن الله. الاسباب تانية يعني. بس دي الفكرة ببساطة. لو انت اخدت بايسون او اشتغلت عليه وعرفت بايسون احتيالي الكلام ده سهل مش سهل. لو انت ما اخدتوش فهي فكرة مجرد اعرفها. اعرف فكرة ازاي بخلي اعمل اخليه يلف كزا مرة بالطريقة دي. عشان يطلع لي القائمة المختلفة دي. برضه او هيروح يشتغل كزا مرة ويعمل لي جوا نفس الملف. ومنطقة البساطة. احنا خلاص بقى كده احنا عارفين الملف. برضو الملف بتاعي هوت. اروح افتحه بنفس الطريقة ويطلع لي الجدول ده زي ما انت شايف. وبرضو ارسم كده الرسمة بتاعته. وبرضو ابتدي اعمل ايه? اروح احدد النقطة المينموم كده زي ما انا عايز. وممكن حتى اقول له لان انا هنا حددت قلت له احسيب لي طلع لي القيمة المينموم بتاعت من محور ايكس. فانا هنا ممكن اطلب منه على طول القيمة المينموم على طول. او هي كده كده بتطلع لي على الرسمة انا طلبها منه على الرسمة يعني. طيب. في ملاحظة صغيرة بس اعرفها بالمرة انه اه من ضمن الشروط اللي تبقى فاهمها لو انت اخر قيمة عايزها تبقى ثلاثة بوينت تمانية اه احنا بنزو لا خليها دي اللقاتي مش مشكلة لا احنا كده ماشيين صح لا احنا ماشيين صح عنش انا 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 عارف موضوعتي لو والله انا نفسي هو يعني بتشوفها رغم انا شغلته كده مرة وكده بس اه وعادت عفرت فيه والله يا ربنا اللي يعلم يعني عادت فترة لغاية ما تبانيت النوت بوك دي ربنا اللي علم يعني. لكن واحدة واحدة. طيب. كده احنا خلاص رسمناها وعرفنا الفكرة ماشي ازاي. تعالى احط لك تريكاية بعد كده كم. انت لو تاخد بالك انا هنا حددت القيم بنفسي. او هو محددها قاعد يكتبهم تلاتة بوينت اتنين اتنين تلاتة بوينت اتنين اربعة تلاتة بوينت اتنين اربعة تلاتة بوينت اتنين ستة تلاتة بوينت اتنين تمانية. طب ده غلب واجع قلب. ليه قاعد اكتب الارقام دي كلها? ما هو انت خلاص انت بتبتدي بتلاتة بوينت اتنين اتنين وبتخلص عن تلاتة بوينت تمانية اتنين وبتزود بوينت او اتنين كل مرة. ما فيش طريقة اسهل ما كده عملها? فيه طريقة اسهل من كده. بايسون عنده طرق اسهل من كده. عشان تعملها جوه لامبس يمكن سعبها شوية. لكن هنا بايسون عنده طريقة اسهل من كده. ازاي عملها? انا حعمل امبورت حاجة اسمها نامباي. لو انت يعني درس ده انا الناس هتعرف نامباي نامباي سهلة زي باندس كده. هعمل امبورت المكتبة اسمها نامباي. خلاص? وهنا هعرف سيريز. هقول له ان انا عندي اعمل لي انت افتح لي لستة. من اول التلاتة بوينت اتنين اتنين. لغاية تلاتة بوينت تمانية اربعة. رقم زيادة بعد ده. انا عايزه يوصل لتلاتة بوينت تمانية اتنين. فاكتب هنا تلاتة بوينت تمانية اربعة. لانه هو مش هياخد الرقم ده. هو بيبدأ من ده. وبيوصل للقيمة اللي قبل ده. معنى الشي حاجة مش لطيفة شوية بس ده اللي بيحصل. يعني هو بيبدأ ده الستارت بتاعه. الاند ما بيوصلش عند الرقم ده. بيوصل للرقم اللي اقل منه اللي قبل منه بواحدة. خلاص? فانا انا عايز اوصل لتلاتة بوينت تمانية اتنين. يبقى بكتب هنا تلاتة بوينت تمانية اربعة. وبعدين بقول له الستب بتاعتك بوينت او اتنين. بمنتعة البساطة. السطر ده يعادل السطر ده. بس بمنتعة البساطة. انا كأني بقول له افتح لي لستة. اولها تلاتة بوينت اتنين اتنين. اخيرها تلاتة بوينت تمانية اربعة. وزود لي اتنين من مية كل مرة. فاول مرة يبقى كده تانية مرة يبقى كده تانية مرة يبقى كده تانية مرة يبقى كده بس زي ما ديلك هو مش هيدخل ده معنا. هو هيوقف لأ غاية قبل ده بخطو. فحيوقف عن ثلاثة بوينتة وينتة. بمنطقة البساطة. وبعدين هشغل نفس اللوب بتاعتي. ولو انت شغلته هيتطلع معك نفس نفس الملف ونفسه كل حاجة. طب ليه الامر ده اسهل? لان بمنطقة البساطة لو انت عايز تزود عدد النقط. ليه تعد تدخلهم بيدك وتكتبهم بيدك. لو انت كتبت نقطة هنا بيدك غلط. غلطت وانت بتكتب. بدل ما تكتب تلاتة بوينتة اربعة ثمانية كده تلاتة بوينتة اربعة. هيتطلع معك الكرفة مشوهة. هتطلع لك مشاكل كتير. ليه اكتب بيدي? ما انا عندي النام باي سهلة خالص. شغل ده انا لسه. سهلة خالص مش سهلة. انا كل اللي اعمله لانا افتح اكتب سطر واحد بدل كل الغلب ده. اقول له انا عايز اجرب من اول تلاتة واثنين. تلاتة بوينت اتنين اتنين لغاية تلاتة بوينتة اربعة. كان ممكن اجرب اصغر من كده. وممكن اجرب اكتر من كده. افرد ناس المشرف بتاعك قال لك جرب لي ارقام اصغر من كده واكبر من كده. كنت انت عطاعت تكتب هنا بيدك. طب وليه الغلب ده? ما كنت تغيرها بس تبدأ هنا البداية بتاعتك وهنا اخر رقم انت عايزه وتغير هنا الاستب. لو انت عايز تاخد نقط اكتر بدل البوينت او اتنين ممكن تخليها بوينت او واحد. وان كانت دي دقة مبالغ فيها قوي يعني. لو انت عايز نقط اقل ممكن تخلي دي بوينت او مسلا اربعة. بوينت او خمسة. واكس. بتغير الاستب عشان تقلل الارقام دي. فدي ميزة ان انا اخفف لامبس وتقل على بايسون. اخلي بايسون هو اللي اشتغل. كلاب هو اللي اشتغل. كلاب شاطر. بيعرف يزبط فور لوبس ويعرف يعمل لي نام باي وعنده فانداز وعنده عاجات كتيرة. لكن ما تلعبش جوه لامبس كتير. عشان كده انا بنصحك ان انت مش لازم نعمل اللوب جوه لامبس. خلي اللوب بره. هنا. في كلاب. وخلي لامبس يبقى سكريبت بسيط ومبسط وهادي ولطيف وكده. خلاص? اه اتمنى تكون الفكرة واضحة. اه بمتال امانة انا عارف ان هي يعني محتاجة وقت ومحتاجة جهد. حاول تشتغل فيها ان شاء الله وقلد النوت بوك دي. ولو قابلتك مشاكل برضو قولي في ان شاء الله وبإذن الله واحدة بواحدة تفهم الفكرة وتعرف تكتسب المهارات دي ان شاء الله وتترطل على الكرابة دي. تكمل ان شاء الله في بديوهات اللي جاي. شكرا.